لسه فاكر مع يارا الجندي على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي نجوم افقام على كيفك مساء الخير على كل مستمعي نجوم افقام كل مشاهدين نجوم افقام تيفي اهلا بيكو حلقة جديدة من برنامج لسه فاكر يارا الجندي معيكو كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 وكل يوم خميس بقى بنبتدي مع بعض الويكند وناس كتيرة جدا جدا بتكون دلوقتي اما خارجة اما بقى متجهة ومسافرة ولكن المود العام بيبقى دايما جميل يوم الخميس وده ويكند طويل ناس كتيرة مأجزة بقى يوم الاتنين اللي جاي 23 يوليو فاخدين الحد فاجازة حلوة فاكيد كلنا مبسوطين وانا شخصيا مبسوطة جدا 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 النهاردة لان زي ما تعودته دايما يوم الخميس في الستوديو بينورني فنان او فنانة ولكن حتى بيكون فعلا مبدع في شغلونه النهاردة فعلا الضيف اللي بنورني في الستوديو مبدع حقيقي لان من خلال مزكته بنقدر نعيش اللي بنتفرج عليه في دايما كده قبل كده تقال لي معلومة ومش قادرة نسيها ان سبعين في المية من الاحاسيس اللي بنحسها لما بنتفرج على حاجة بتكون من المزيكة اللي احنا بنسمعها الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم او المسلسل اللي احنا بنشوفه هنعرف بقى لو ده حقيقي ولا لأ ولكن النهاردة منورني في الستوديو المختلف والمتميز والمتقلق الأستاذ تامر كاروان مسائل خير ازاي حضرتك ايه الخبار؟ الحمد لله كله جميل منورني ومشرفني النهاردة سبعين في المية دي المعلومة دي بجد؟ يعني حسب عاصل اللي عرفوا نقال الاحاسيس والفيلينجز والميز بوسي هو يعني الموسيقى ساعات بتبقى دورها انها تعبر عن حاجات ما ينفعش العناصر التانية يتعبر عنها بسهولة يعني ساعات التمثيل ممكن التمثيل يعبر عنها بس لدرجة معينة ممكن زاوية الكاميرا الإضاءة كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات معينة بس الموسيقى لها خصوصية لانها يعني في الاخر فن مجرد اي بني ادم بيحس بيها بطريقته بالزبط فبالتالي هي بتخش للروح على طول من غير اي مقدمات يعني ما تقالي هي اللي بتعيشنا الموت بجد في الاخر لان هي اللي هتزعلنا وهي اللي هتبسطنا وهي اللي هتخلي فيه سسبنس والحاجات المختلفة الكتيرة دي كمان يعني اه بتساعد لده بس البيت العناصر ما تزعلش حضرتك منورني وشرفني النهاردة وحقيقي اه يعني متحمسة جدا لحلقة النهاردة لان فيه حاجات كتير عايز اتكلم فيها وحتى بتديت الكلام مع حضرتك من قبل ما ندخل الستوديو لان لان هي فعلا فن اه مهم وحضرتك قدمتل قدمتلنا كتير قوي سنين اللي فاتت فعلا يعني مش عارفة اقولها ازاي عايز اقولها بس هقولها يعني عملت فلن لجاب كده حلوة جدا يعني الوجود المزيجة بتاعة حضرتك فعلا حلوة فخلينا نبتديها واحدة واحدة عشان عندي حاجة كتير هنتكلم فيها ولكن رمضان اللي فات اه قدمت موسيقى تصويرية لاربع مسلسلات بالحجم العائلي للنجم الكبير دكتور يحي الفخراني واختفاء اه للنجمة نيلي كريم ولدينا اقوال اخرى للنجمة اه يسرة واضد مجهول لغادي عبدالرازال اول اه يعني اربع مسلسلات في سيزن واحد سيزن بيكون تقيل لان هو ده سيزن المسلسلات بتاعنا ولكن اه يعني اول مسلسل اتفقت عليه كان ايه لأ اتخالي مش فاكر اول مسلسل كان اختفاء متقالي واربع مسلسلات في وقت واحد لاني انا عارف ان الشغل كله بيبقى في وقت واحد تقريبا بصي الظروف ليه علاقة كمان بمين اللي بيعمل مين مخرجين المسلسلات اه يعني مش عايز اقول للأسف بس للأسف ان كل اللي اخرجوا لاربع مسلسلات اصحابي جدا مقدرش ارفض لهم طلب فبالتالي يعني اتعقدت مع احمد متحط على اختفاء وبعدين محمد علي على على لدين اقوال اخرى وهلا خليل على على بالحجم العقلي وبعدين في الاخر طرق رفعت اللي هو صديقي من ايام الجامعة اه على اه ضد مجهول فما كنتش اقدر ارفض الحقيقة يعني هيزعلوا مني جدا هل بيبقى اسهل لما بتكون بتشتغل مع حد تعرفه شخصيا كويس بتسهل العملية شوية عملية ان انا اوصل الفكرة او المعلومة او حاجة ولا ساعات بتبقى اسهل وساعات بتبقى اصعب يعني ساعات العشم بيبقى كبير قوي زيادة عن اللي زوم فتلاقي طلبات كترة قوي زيادة عن اللي زوم بس في نفس الوقت بيبقى برضو في احساس ان انت عارفة الشخص وعارفة الرياكشن بيتم عمله ازاي بتبقى كمينيكيشن اسهل كتير من من حد ما تعرفهوش زي ما بنقول كده بنبقى فاهمين دماغ بعض عملت ازاي ببقى خلاص يعني ده حلو جدا طيب انا مش مش يعني عايز اتكلم اكتر ولكن عشان في اعلانات بس لزا مرتبطة بالاعلانات هنتلع على الفاصل الاعلاني وهنرجع بقى ونبتدي ونتكلم بقى على التجهيزات لاربع عامل في نفس الوقت وبعد كده بقى عندي انا اسئلة كتير قوي تانية الف وستة ده رقم الاسمس طبعا لكل اللي بيسمعونا كل اللي بيتفرجوا علينا لو عندكم اي اسئلة يريد تبعتوها وممكن كمان تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على فيسبوك فيسبوك.com.nogoumfm النهاردة منورني في الستوديو يعني الاستيس تامير كروان خليكم معاين دقايق ونرجع لكم على طول بعد الاعلانات لسه فاكر مع يارا جندي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في رجعنا لكم سريعا وطبعا منورني ومشرفني النهاردة في الستوديو مؤلف الموسيقى قمتها سوريا لأستيس تامير كروان ولسه بقى هنبتدي كلامنا لان اللينك الاولاني كان سريع جدا ازاي بقى قادرت اتجهز لاربع مسلسلات في نفس الوقت ايه اه بصراحة ما بجهس يعني ايه بقى ارى السيناريو طبعا يعني ببتدي لازم يعني ساعات يعني في الفترة المسلسل المخرجين ميقوش فاضين سينا بصر ان انا لازم اقابلهم يعني لازم تيجوا تعودوا عشان نفكر كمان في الكونسبت عن مزيكة يعني انت باسأل المخرج اتسألة كتيرة جدا باسأله انت عايز مزيكة شكلها ايه عايز دورها ايه في المسلسل لان المزيكة ليها دور مختلفة كتير جدا. وعلاقتها بالشخصيات الرئيسية. لازم افهم كل الحاجات دي. لازم افهم وجهة نظره في الدراما عاملة ازاي. وفي الدراماتيك فلو يعني هيمشي ازاي المسالسة. عشان اقدر ان انا اكون فكرة عامة قبل حتى ما فيش رغل. يعني دي بتبقى حاجة موجودة في الساب كونشوس بقى خلاص يعني بعد كده لازم اشتغل على على صورة. لازم اشوف المسالسة. ما هو ده لسه كنت اسأله. هل بيبقى فيه شغل من غير ما تكون شايف اللي بيحصل. لا ما ينفعش. اوكي. لان في في اقاع معين في في اقاع التمثيل. اقاع الحوار نفسه. الانتونيشن بتاع الحوار نفسه يعني ازاي بهم بيتكلموا. اه. الكاتنج نفسه الاديتنج المنتاج يعني عامل ازاي. اه. كل ده بيأثر على اه. على 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 المزيكة هتبقى ركبة ازاي على ده كله. حتى لو هي مش هتبقى سنك طول الوقت مع ان انت عارفها في في المسلسلات مفيش وقت ان احنا نعمل زي الافلام ان احنا نقلف للصورة. ام ام. يعني ان المزيكة تبقى سنك مع الصورة. لا مفيش الكلام ده لان احنا نعم لغاية اخر رمضان الناس بتصور. والناس لست بتشتغل والوقت بيبدأ جدا. ولازم انا خلص قبل ما هم يبتدوا يمنتجوا عشان يقدروا يركبوا المزيكة على المشاهد. فبالتالي بتبقى معادلة اه ان انا بتفرج على على قد ما اقدر من اللي خلص. عشان اكون فكرة عامة عن المسلسل. وبعدين اسلمهم بقى المزيكة هم يركبوها في المنتج. طب ده الممثل لما بيجي بيمثل عشان يعمل شخصية في مسلسل او في عمل وشخصية تانية لازم يطلع من المود ويدخل في المود. ازاي بقى قدرت تعمل ده ما بين اربع مسلسلات لان المزيكة كانت مختلفة في الاربع والفكرة او الستايل كان مختلف. هل في حاجة اسمها كده تطلع من مود مسلسل عشان تخش في مود مسلسل خصوصا لا في تأليف? لا في بيبقى ايه انا انا بعتمد دايما على ان انا مش هيسى بقى يعني عميق يعني ان انا بحاول ااخد من المسلسل الطاقة اللي طلع مني. والطاقة دي هي بحاول يعني ادخلها جوه دماغي وابتدي افكر في المزيكة من الطاقة. فبالتالي لما بعمل مسلسل انا بعمله للمسلسل ده ساعتها. لما ببتدي اشتغل على المسلسل التاني ببتفرج على المسلسل التاني واخد طاقة تانية خلص. وابتدي اشتغل فبتطلع مختلفة تمام. لان انا وببقى واعي يعني في طبعا في لحظات اللي لازم تواعي جدا ان المزيكة دي اه ممكن اه لا دي مش هتنفع بالحجم العائلة دي هتنفع لاختفاق. يعني بيحصل ساعات طبعا يعني يعني فهمها. يعني لازم تبقي واعي قوي في المخصصة ان انت باعكي حجم الشغل في وقت قليل. فطبعا التركيز في اربع عمال مختلفين تماما عن بعض كمان. صعب جدا. طب ايه اكتر تجربة فيهم او في الاربع عمال دي كانت مرهقة شوي. كانت اصعب او كانت اه مرهقة. لا كلهم كان صعبين جدا. كلهم كان لهم يعني كل واحد له خصوصية في الصعوبة يعني اختفاء كان لازبابا في ازمنة كتير. في احساس بالفي دي سنكرون يعني اللي هو طول الوقت انت بتنطي من زمن بتروحي الزمن. وبتنطي من شخصية لشخصية واني اللي بتنطي من شخصيتين. ففيه لخبطة كتير ايه في المزيكة لازم تعمل تلم الموضوع يعني. فده ده كان صعوبته في تلم الموضوع وفي ناسه لقى يبقى عندها درجات التأثير نفسه يعني. فدي حاجة. الحاجة التانية بالحجم العائلي الموضوع سهلس وسهل. بس مزيكته كان لازم تبقى ليها تأثير خصوصا سازيحة الفخراني يعني. انا لما بشوفه على الشاشة صراحة يعني بيجي لي بحجة. بنبسط لما بنشوفه. اه. فلازم كنت تعمل له مزيكة تناسب روحه دي في المسلسل يعني. فكان الصعوبة في الكونسبت. اه. وخصوصا ان المسلسل على البحر. اه. واجوائه مختلفة شوية عن البقين كمان. فانا عملت مزيكة كده شبه المزيكة الجريجي الطالياني اللي هي البحر المتوسط يعني. عشان تدي الاحساس نبع انها البحر الاحمر بس. بس كت ماشية كيف. اه. ضد مجهول كان صعوبته في في قصوة الموضوع. اوكي. قصوة الموضوع كان المزيكة كمان لو 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 عملنا اوفر في 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 التأثير على المشاعر المشاهد. ممكن تباكفاير يعني تبقى رد فعل عكسي. اوكي. فبالتالي كان كان انا وطرق شغالين بشكل يعني على خيط يعني. احنا ما 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 نعديش الحتة دي. اه. وبالنسبة لادانا اقوال اخرى كان فيه دايما الايهام. حالة الايهام هي بتشوف الحاجات دي ولا لا. هي بتشوف الحاجات دي ولا لا. فلازم المزيكة تقدي الدور ده. وفي ناس الوقت في عيلة الشر الناحية التانية. فلازم برضو. فها دي كانت صعوبتها. الايهام بالهل هي بتشوف الحاجات دي ولا لا. وفي ناس الوقت العيلة الفضيعة اللي هنكتشف في الاخر نومها اللي وارا كل شيء. فالموضوع بيبقى محتاجة فيها دي تيلز كتيرة صغيرة. جدا. وبتبقى دايما شعرة اللي تفرق ما بين ان الواحد يبقى او مش او تبقى ردف عليها عكسي يعني زي ما حضرت له. هل ابطال المسلسلات او الامال دي بيدخلوا في الموضوع ده? لا خلص عمره ما تدخل. ما حصلتش رفلي كده ان حد بيبقى يعني حضرتك بتتعامل مع المخرج. اه. يعني مع المخرج تاني حد ممكن يتعامل معي المنتج. ممكن المونتير. ممكن مهندس الصوت بس يعني تعامل اللي هو تعاوني مش تعامل اللي هو بتدخل ايو ايو. بس اه. لا بس عمره ما فيه اه يعني نجم بتدخل في اه يعني عادة لما فيه نجم بتدخل عادة بتفشل. يعني اه يعني اما بسيب المسلسل يا اما ما بيكملش التدخل. هل في حاجة يعني ايه الحاجة اللي تخلي حضرتك تقول لا انا باعتذر عن هزا العمل. اه يعني لو بي اعتذر يعني خلف مبادئ. مبادئ الشخصية. اوكي. بس اه او او غير كده. غير كده لا يعني. والوقت عادي. عادي خلاص بقى. لا البرشر عادي خلاص بقى. انا متعودين عليه. احنا مكمصريين البرشر بنسبالنا بقى. اه لا يعني لو لو مسلا بتاعته مش حلوة مش عاجبني يعني يعني مش قد المستوى يعني غير المبادئ يعني. اوكي. ولكن دلوقتي خلاص بقى عمل الوقت ما بقاش يعني الواحد بقى يقدر يتعايش معه شواء. للاسف. اه. بس الافلام السينما بتختلف تماما على الدروب. اه السينما بتختلف. على حسب يعني انا بطلت يعني متى اللي ما عملتش افلام استدعت مني اه ان انا بقى مضغوط. اوكي. يعني دايما الافلام اللي انا بعملها حتى الفترة الاخيرة اه كانت دايما فيها مش افلام التجارية هتنزل في العيد او هتنزل في موسن. دايما تبقى فيلام رايحة مع رجنات او رايحة حاجة. فبيبقاش في بتاع ال ال الوقت زي ان انت عندك موسن فلازم تنزلي. فيما الموضوع مستريع شوية. اه فالموضوع بيبقى قلطف شوية. من المسلسلات صعب جدا. اكيد ساعتها بقى لما بيبقى فيه الوقت الموضوع بيبقى. اه طبعا. لا بس بس احب اقولك ان من كتر التعود الواحدة على الزنقة. بقى بياخر عشان يتزني. بقى يتزنون. خلص تعودت على هو ده. لان انت تعودت على الادريلين بتاع هو اللي بيشتغل. طيب احنا هنطلع اه فاصل سريع جدا. وهنرجع على طول هنكمل كلامنا الف وستة ده الرقم الاسم. طبعا لو في اي اسئلة يريد تبعتوها. اه ممكن كمان تبعتوا الاسئلة على الفيسبوك. فيسبوك نجوم الفيسبوك هتلاقوا دقيقة وفي اوباديت كمان يتعامل على الفيسبوك وعلى الانستجرام. اه النهاردة بنوارني ومشرفني في الستوديو مؤلف الموسيقى التصويرية لستة دي من القرون. خليكم معنا دقيق ونرجع مرة تانية. لسه فاكر مع يارا جندي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. لسه مكاملين مع بعض رجعنا سريعا طبعا منوارني النهاردة في الستوديو مؤلف الموسيقى التصويرية لستة دي من مرة تكون في عمل مع الفنانة نيلي كريم. اه سابعة مرة. اه سابعة سابعة مرة. ده صدفة اد جات بالصدفة ولا? مالهاش اي دعوة. اوكي. يعني يعني انكت عملت معها احنا تقبلنا قبل كده ده فيلم من زنين خلص خرجة شام الشفعي. اه كان بطولة اه سيد حسن حسني ونيلي وكزا كوكبة من النجوم زي ما بيقولوا وكارورين خليل كامل. وبعد كده بقى ما فيش خالص لغاية ذات. ذات اه هو اول تعاون في العصل الحديث. وبعد كده كملت واقع. اه كملنا ذات سجن النسا كان مع كاملة. كاملة بزكري. وبعدين مع تامر محسن عملنا تحت السيطرة. وبعدين عملنا تاني مع كاملة يوم للستات في الفيلم. وبعد كده مؤخرا اختفاء مع عحمد بن تحت. فطب و سؤال بقى ليه دعوة بالتتر. هل التتر المفروض يكون حاجة بتكمل المود العام او الموسيقى بتاعة العمل ولا التتر حاجة ملهاش دعوة ولا التتر في المسلسلات عندنا موضوع بقى مختلف شوية لان بيكون مين هيغني التتر وغني هي تنزله يعني على حسب يعني بس انا افضل ان هو يكون له علاقة مباشرة بالعمل يعني يعني زي انت بتقولي ساعات بيجيبه وحد يغني التتر وحد تاني يعمل مزيجة التتر وكلام ده. عشان مؤخرا بقى بتنزل كاغنية او كسينجل واحدها. دي حاجة تجارية بحق. اه بالزبط. ما لهاش اعلاقة بالمسلسل. انا بفضل بصي بتنفع في مسلسلك معانة. يعني مسلسل اجتماعي لطيف مسلسل في يعني كونفلكت اللي هو علاقة بالمجتمع بالذات. قصة حب. الحاجات دي بتنفع. لكن اعمل انا بحب بمفضلش ان يتعامل اغنية على مسلسل مثلا ثريلر او سسبنس او او بوليسي او اكشن. هتبقى تعمى غريب جدا. بالنسبالي انا ده زوق اي انا يعني اه افضل انها تبقى موسيقى او حتى لها تعملت اغنية تتعامل بطريقة تناسب العمل. تبقى فيها تويست يعني ما. وماشية مع الموسيقى التي تصريبها. بالزبط. لان كمان هي دور من ادوار. هو طبعا التتر بتقطع في رمضان. بس ما علينا ده موضوع تاني. بس هو التتر مهمته تحضير المشاهد نفسيا يعني سينمائيا بقى هو تحضير المشاهد نفسيا للدخول في في مود الفيلم. اوكي. ده مهمة التتر. سواء التتر عليه مازيكا او ما عندهش يعني في افلام بتخش بالتتر من غير مازيكا. بس على الاقل بيبقى فيه حاجة بتهيقه نفسيا. انترو كده للموضوع. اه. اه. يعني ده معناها المفروض ان فعلا التتر يبقى ليه دعوة باحداث العمل. حضر لك مثلا مش بتدقيق لو مش التتر مش جزء من المازيكا ولا ولا بتحب تسمعه لو هو مش مش. لا ما بقى ده بقصي يعني هي المشكلة في مصر ان احنا ما عندناش زي بتقولي ان ان يبقى يبقى فيه امبريلا للشغل يعني فيه مظلة للشغل الموسيخي في المسلسل يعني مسلا ايه بره بتلاقي فيه ميوزيك سوبرفايزر. اه. مشرف عمع الموسيقى بيبقى تحتيه مؤلف الموسيقى وممكن يبقى هو مؤلف الموسيقى. اه. ولو التترة هيبقى مغنى او فيه اغاني جوه المسلسل او الفيلم يبقى تحت المظلة دي عشان ما يطلعش الموسيقى ما تطلعش اه اه كل واحد بيعمل اللي هو اللي على مزاجه. بالزبط. اه. لكن هنا طبعا كل واحد بيعمل على مزاجه. يعني من الاسر. اه. اه. اوكي. اه طيب ايه بقى يعني هل حضر لك مثلا. اه. حتى وقت رمضان ان احنا عارفين ان ده سيزن عالي جدا. واحدة كنت يعني عملت الموسيقى اه بتاعت اربع مسلسل. بتتابع بقى بتتابع اي حاجة تانية تشوف اللي بيحصل فيها. كا. والله بحاول اتابع. بس للأسف بتبقي مرهقة لدرجة فظيعة. مش عايز اشوف اي حاجة. كمان. يعني اللي واحد ما بقاش شوفه قدامه. بس يعني ساعات بتابع مسلسلات تانية. بقى اشوف حلقة حلقتين بس بقدرش اتابع مع سيزن كامل. هو اصلا فكرة التلاتين حلقة في رمضان بكم هزا المسلسلات انا شايف انها فكرة فشلة. صعبة جدا. يعني. فشلة مش صعبة يعني. فيش اي حد في الدنيا بيعمل كده. مش كده دلوقتي بقى طول السانة بقى الحمد لله في مسلسلات كويسة. واحد دي نتفرج عليها بقى. اخيرا يعني. يعني نبقى زي برا يعني نبقى زي برا بنتفرج على المسلسل اللي يبقى اسبوعي. ليه يبقى يومي? ليه يبقى تلاتين ما يبقى. اه بحلقة في الاسبوع. يعني. اه حلقة في الاسبوع. يبقى عندنا كم حلقات كتيرة في الاسبوع. اه طبع اسهل بكتير الواحد يقدر يتابع. بس هنعمل ايه بقى? طب هو هو عددك برضو يعني لمجال الشغل ده اه بيتطلب منك انك تتابع برضو عالميا ايه اللي بيحصل? ده حي. هل ليها ترند ولا ملحش داعوا بالترند? او طبعا ليها ترند. بس طبعا انا بحاول ابقى ببرر ترند. يعني ليه لان الموسيقى بالزات اصلها يعني موسيقى الافلام اه اه اعتمادها الاساسي على بيبقى الموسيقى الكلاسيك. مع مع دخول موسيقات تانية. يعني حتى لو في مسلا فيلم في ترانس ميزيك او هيب هوب او يعني مزيكة من روك او هافي ماتل. هتلاقي داخل فيها الاركسترا برد. اه. لان هي الاركسترا هي الحاجة الوحيدة اللي ليها تأثير على المشاهد بشكل مباشر يعني. وبشكل في طبقات من التأثير. يعني الموسيقى اللي هي بتتلاقي بباندز بيبقى تأثيرها في حدود الباند. بس انت عندك اركسترا مكامل سبعين عازف بسكشنز بتلعب حاجات مختلفة مع بعض. فده بيأثر بشكل اقوى بكتير من. فبالتالي اي حتى لو انت عندك الكور روك او هيب هوب او 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 جاز او لازم في الاركسترا حوالي. بس يعني كور بس اللي حوالي هي اللي. بس انا انا شخصيا بحب بتابع الموسيقى في يعني انا بحب الجاز جدا. بحب الروك جدا كنت بلعب روك وانا صغير. اوكي. وبحب الموسيقى الموسيقى بتاعتنا يعني بحبها جدا. بحب موسيقى الصعيدي جدا. بحب الموسيقى يعني كل الموسيقات اللي هي التراثية بتاعتنا بحبها جدا. بس بس اكيد حضرك عشان مجال الشغل بقى يعني لان برا الموضوع انا ما عارفش يعني انا شخصيا بحس انه المجال بتاع حضرتك مهم جدا. حاجة من اهم عناصر العمل ولكن مش مسلطين الضوء عليه زي برا يعني برا في افلام هوليوود او امريكا مسلا عمتان عشان هي دي اللي هي الاسكرز والحاجات دي كلها بيبقى الموضوع اه بحسه معقد اكتر بكتير عن هنا هل احنا هنا في حاجة معينة نقصانة في مصر? لا اقول لك حاجة احنا النقطة هي بس الفرق بيننا وبين برا في موضوع الموسيقى موسيقى الافلام بالزاد ان الموسيقى احنا شعب ما بيحبش الموسيقى الوحدة ووحدها بيحب الموسيقى معاها اغنية بيحب الكلمة على الموسيقى فبالتالي دي دي طريقتنا دي طريقتنا في السمع عشان موسيقتنا الشرقية كلها مغنية تقريبا لكن هم عندهم الثقافة الغربية كلها وحتى الثقافة يعني شرق شرق اوروبا وروسيا واليابان والصين والكلام ده هتلاقي انه بيحبوا يصنع الموسيقى بس موسيقى سواء بقى الموسيقى دي كلاسيكل ولا جاز ولا اغنية ايا كان الجنب بتاعتها زائد البوب والروك والحاجات المغنية ولكن احنا فبالتالي لما بيبقى في موسيقى معمولة الفيلم وحلوة الناس عايزة تسمحها لوحدها احنا انا مش عايزين نسمحها لوحدها عايزين نسمحها مع اغنية فبالتالي بتبقى هم تسليط الدق على الموسيقيين بتوع الافلام بيبقى اقوى وهي الافلام في الاخر انقذت الموسيقى الكلاسيكل يعني هي اللي عملت يعني خلت موسيقى كلاسيكل خلتها ما زالت عايشة في وسطين او مغولة يتقلف تاني حاجات لان خلاص كانت الناس بتسمع بس الموسيقى القديمة بس اه بس هو يبقى هي الكولشر او الفكر مختلف شوية في مصر انا وخصوصا لو الفيلم او العمل فيه مغنية او مغنية فلازم فيه جزئية الاغنية في النصف طيب احنا لسه طبعا مكملين مع بعض لسه فيه كلام كتير هنقوله الف وستة ده رقم الاسم اس ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة زير واثنين وعشرين ده الستوديو هاتلان طبعا لو فيه اي اسئلة يريد تبعتوها على طول سويا على اسم اس او على فيسبوك خليكم معنا دقيق وهنرجع نكمل كلامنا النهاردة منورني في مؤلف الموسيقى التسورية لأستة ستمر كاروان خليكم معنا لسه مكملين مع بعض لا بتسمعوا لسه فاكر يا رجيندي معاك وطبعا منورني النهاردة في الستوديو مؤلف الموسيقى التسورية لأستة ستمر كاروان ولسه مكملين كلامنا اا 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 هل 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 تأليف وتحضير اا موسيقى من غير مطر بيبقى فيها فرق كبير اوي ولا يعني اه طبعا ليها تحضيرات مختلفة لا ليها طريق تفكير طريق تأليف مختلفة خلص يعني انت عشان تقلفي موسيقى من غير غنى ولازم يبقى في حاجة تعاوض عدم وجود المغني الاساسي احلى اهلة بشرية هي البني ادم احلى اهلة موسيقية هي البني ادم يعني الاصوات البشرية من احلى الالات اللي ممكن تستخدميها بس وطبعا ليها خصوصيات شديدة جدا يعني مسلا الكامانجات الكامانجا بيبقى ليها كل كامانجا شبهة تانية اللي بيفرق العازم اا او اوكي فبالتالي دي بتبقى اهلة موسيقية يعني متفردة جدا يعني اللي هي صوت البني ادم فعشان عواده ده بقى لازم ادخل عناصر كتيرة جدا في الموسيقى اوكي وفيه تيم حضرتك بتشتغل معي فريق او اوركسترا او عازفين معينين بتشتغل معاهم وبتحب دايما تشتغل معاهم بصي اه في يعني انا بشتغل يعني كنت لغاية الفين وخمستاشر بشتغل في مصر مع مجموعة عازفين متميزين جدا ولكن انا كنت عايز اطور مزيجتي اكتر فعشان اطور مزيجتي كنت لازم استخدم عدد اكبر واركسترا كامل فده مش متوفر في مصر بتاعتها اشتغل في اوروبا او شار اوروبا اشتغلت شوية في المجر وشوية في اسلوفاكيا يعني فليل ان هما هناك ده تخصصهم يعني ان هما يلعبوا موسيقى كلاسيكل وبيسجلوا للاركسترا اوكي والحقيقة ان ده عملي تطور في طريق تفكيري في التأليف كمان اوكي ده معناها انه مجال شغلة حضرتك زي مجال المجالات التانية المختلفة في الميديا عامة او في الفن بيحتاج تطور مستمر يعني حضرتك لازم نطول الوقت برضو مش عارفة بقى هي بتبقى ازاي لان هي الاساسها بيبقى التأليف او الكريتيفتي بتاعت البني ادم هي اساسها ايه اساسها في الاخر ان انت ما توصليش لمرحلة تقولي انا وصلت اوكي لو لو وصلت لمرحلة يعني او غد دلوقتي بقول انا لسه قدام كتير اوكي يعني الاول هي مشكلة مصر دايما خصوصا في المزيكة ان الناس لما بتشتهر او بيحصل لها يعني شغلها بيعجب الناس وكده خلاص بتوقف عند المرحلة لا بتكملش هم وبيتطورش حشا يعني انا وصلت ال للعتبة الفلانية دي لازم عديها واشوف العتبة اللي بعديها لان هي دا الحياة it will do وهو دا هي دي الحياة وهي دي اللي بيحقق لك انت كشخص بتحب المهنة دي ان انت تحب بها اكتر وتحبب الناس فيها اكتر يعني ده اهم حاجة ان انت دايما تفكري في طرق ازاي تتواري من شغلك ما توقفيش عند المحالة دي ما قفش عند حاجة انا قفلت كده كتير جدا بيحصل وكتير جدا بينتهوا للأسف حتى لو حد عازف على على يعني اي ايلة موسيقية ما فيش حاجة اسمها هنا خلصت كل الليفلز فانا كده تمام انا وصلت فنفس الحاجة في التأليف مهم جدا طرق التأليف يعني الواحد دي جرب حاجات جديدة ما يبقاش خايف ان هو يجرب لازم اجرب انا جربت حاجات كتيرة جدا اشتغل روك مع غونة صوفي مع اوركستفا لازم اجرب حاجات كتيرة وفي الآخر اوصل حاجات طول ما انا بحسها حاس ان في خبرات عملها تتراكم 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 لغاية ما بتتوصلني لان اقدر اعمل ده لما بحس ان انا اقدر اعمل ده بعمله اوكي يعني ما اقولش لا انا مش عايز اجرب اوكي ساعتها بقى الواحد بيقدر يخش في حتة جديدة ويستكشفها هنطلع فاصل نشايف لينكتها حلوة ولذيذة ازاي وفاصل هنطلع فاصل سريع وهنرجع وهنكمل كلامنا على طول الف وستة ده رقم الاسمس عايزين بقى لما نرجع اللينك الجاي نشوف برضو النسبة تبعت لنا ايه والسوشل ميديا النهاردة منورني في الستوديو مؤلقة الموسيقى تصويرية تامر كاروان لو في اي حاجة بعتوها هنطلع فاصل ونرجع لكم ونبتدي الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة خليكم معي لسه مكاملين مع بعض رجعنا لكم مرة تانية وبكده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة معيك ويارا جندي وطبعا منورني في الستوديو مؤلف الموسيقى التصويرية لو سيستمر كاروان ولسه مندردشين انا عارف انتكلمت معيك اكتر من ارامل اسئلة ما بتنتهيش ولكن هنرجع لموضوعنا مرة تانية هو ايه يعني ده سؤال انا سألته لحضرتك حتى قبل ما نطلع فيه فرق بين مؤلف وملحن المزيقى لان فيه يعني هل تورم ده ليه معنى مختلف في المجال بتاع حضرتك بوسي هو في مصر ملحن مختلف عن مغزع مختلف عن مؤلف موسيقى يعني كلمة ملحن ترجمتها باللغة الانجليزية كومبوزر وموزع ارانجر المؤلف الموسيقى برضو كومبوزر بس هو يعني برة ما فيش الفرق ده يعني احنا في مصر انا بقلف مزيكة فما رجل انا بقلف الالحان الاصلية الوريجينال ميوزيك وبقلف بوزع كمان سواء الاركسترا او للفرق الصغيرة او على اساس انها تبقى موسيقى متكملة على بعضي ده ده فالترم مؤلف موسيقى اقرب بكتير من ملحن فهي مؤلف موسيقى تصورية هو اللي بيشرح او هو ده الصح هو الشامل انه هو بيلحن ويوزع وفي مجال شغلة حضرتك لو احنا في دلوقتي بنتكلم عن مسلسل هل ممكن تواجه ان يحصلت التغييرات يعني ممكن لو حضرتك دلوقتي بتشتغل مع بتتكلم مع المخرب وعملنا المزيكة وكل حاجة بس عايزين نغاير حاجة هنا هل هي قابلة للتغيير مع الوقت ولا ولا بتوصل الى البوينت معينة وما ينفعش التغير ولا بتمشي ازاي لا قابلة للتغيير طبعا كل حاجة قابلة للتغيير بس طبعا بيقى في حدود يعني مثلا ايه ساعات بيبقى المخرج عايزي غير بس انا شايف ان ده ده موسيقيا الصح اوكي و الى حد ما قادر ادعي ان انا برضو بفهم في السينما وفي الافلام وفي الدراما فبقى عندي خبرة ان الموسيقى دي هتبقى فلازم ابتدي ان انا اتناقش ما ينفعش ان انا اه طيب هو عايزي غير المخرج فهغير لا يعني لو انا مختنع بالا بالا انا عامله لازم ابتدي ادافع عنه اوكي ادافع عنه بطريقة ما تبقاش يعني نحن مش جايين تخينع ايه 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 بس ايه وجهة نظري كذا وانا شايف ان ده لازم يحصل كذا 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 وفي الاخر بنصل يا اما هو بيقتنع او انا باقتنع او بنصل لحلول وسط وده يعني في اي علاقة ما بين اتنين لازم نلاقي الحل الوسط او الكومن براوند التكنولوجي زي ما هي بتلعب دور كبير قوي في حياتنا كلنا هل كمان في مجال شغل حضرتك بتأثر جامد يعني هل حضرتك كمؤلف موسيقى تصورية بتبقى محتاج تعرف او تكون عارف ايه الجديد وإيه اللي بقى يسهل وإيه اللي بقى بنحتاجه لكذا وبيعمل كذا اكيد اكيد انا شغلي كله بيعتمد على الكمبيوتر يعني انا بلعب المزيكة على على بيانو بس متوصل بكمبيوتر عشان اقدر ان انا وبستخدم اصوات تكاد تضاهي الاصوات الالات الحقيقية عشان اقدر اوصل يعني هو التكنولوجي ما هي هنا ساعدت في ان انا قللنا التكلفة اوكي ازاي زمان كان المؤلف بيقلف على الورق او بيسمع المخرج على البيانو وبعد كده بيروح يسجلوا المزيكة فممكن بعد ما يسجل المزيكة تقولوا لا المزيكة مش عقباني فيعيدوا تسجيل او يرجع يقلف تاني فده تكلفة طول الوقت فدلوقتي انا بسمعه ستين في المية من من احساس المزيكة عن طريق ان انا بلعبها على الكمبيوتر بوزحها على الكمبيوتر وهو بيسمحها وبيقول لي رأيه فيها قبل ما نسجلها فدي سهلت كتير او الموضوع ده اوكي هنكمل كلامنا بس بعد الاعلانات على طول لسا الفواصل بقى الفواصل عندنا النهاردة كتير ولكن هنتلع الفواصل السريع وهنرجع على طول 2006 ده رقم الاسمس مؤلف الموسيقى تسوريه لساستمر كروان النهاردة منوارني خليكم معينا دقايق وهنرجع على طول لسا فاكر مع يارا الجندي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في لسا مكملين مع بعض لسا فاكر يا رجندي معاكو مؤلف الموسيقى التسوريه لساستمر كروان منوارني النهاردة ومشرفني حاجة بتادينا نتكلم فيها كده واحنا في البريك كنت باسقل حضرتك يعني بما ان حضرتك بتألف موسيقى تسوريه او موسيقى عمات عن بعيدة مع انها تسوريه ليه ليه ما عندك ما تفكرش انك تعمل الالبوم يعني الالبوم وخصوصا الناس اللي بتحب المزيكة المزيكة اللي هي بقى الاساس المزيكة كلها بالالات بكل حاجة مختلفة بالعناصر المهمة كثيرة ليه ما تفكرش تعمل كده عايزة الصراحة كسل بصراحة يعني دايما يعني المشروضة دايما في دماغي مش بس كمان ان انا اعمل اجمع الموسيقى يعني بتاعتي او اعمل الالبوم يعني للمزيكة كمان يعني عايزة نفسي ان انا برفورم المزيكة دي قدام قدام جمهور اوكي عالستيج بالالبوم بالالكسترا بالناس كلها لان ده مهم جدا مهم لان في احتياج لده في مصر بشكل اساسي في الناس كتير عندها شغف بالموضوع بيلاقوش بصراحة احنا اللولام يعني انا وزملائي يعني احنا ما بنعملش كده لان احنا يبقى الموسم وبعدين ما خش في موسم فبتلاقي نفسك ان انت مرهقة ان انت تكسيلي تفكري بس انا متهالي وصلت المرحلة اللازم افكر في حاجة ذاكرة وهيحصل ان شاء الله الفترة الجاية يعني يعني اصلا لو حضرتك تقدر تعمل لاربع عامل مختلفة الموسم واحد يعني الواحد بقى لازم ايه بس هي زين بيقولوا لعبة تانية لان البرفورمنس غير التسجيل لازم تكتبي تعيدي صياغة المزيج عشان تستحمل انها تتلعب قدام جمهور لان الموسيقى اللي معمولة في مسلسل او فيلم ممكن اه تبقى حلوة في المسلسل او الفيلم بس لازم يتعملها اعادة صياغة اعادة توزيع انها تتلعب للجمهور عشان الجمهور يبقى متفاعل معاه بشكل اساسي. اوكي. لان ما فيش بقى العنصر. بالزبط. اللي بنتفرج عليه بقى اللي هو اللي بتساعده اصلا وهو بساعدها. بالزبط ده مش هيبقى موجود في موضوع هيبقى مختلف شوية. اوكي في في اه حاجة كده لطيفة جدا اسمها اتقال اللعبة كده. اسمها ايه? اتقال. هقول حاجات اتقالت. اوكي. وتقولي لو هو حقيقة ولا لا. اتقال ان قبل كده او الفترة اللي فاتت ترفضت تقديم تترات مسلسلات بسبب تدخل المخرجين بتوعها. لا. ما حصلش. ما حصل. اه اتقال انك بتجهز لكتابة مذكراتك. لا. اه اتقال انك هتقدم برنامج جديد عن حكاياتك مع النجوم. لا. كله لا. اتقال انك بترفض المشاركة في عضوية لجنة التحكيم الخاصة ببرامج اكتشاف المواهب لانك مقتنع انها الغرض منها تجاري بحت. خلص. ما حدش اعرض على يعني. طب لو اتعرضت عملها. او لجنة التحكيم بتاع في البرامج. يعني على حسب يعني مش عارف. ما مقدرش اجاوبك بصراحة يعني. لازم يعني افهم انها ادوري هيبقى عامل ازاي. اوكي. مش دوري ان انا بقى سنيد يعني. لا. انك ترفض او تنتقد او تشجع. ما رش بحس ان انها بحس ان ساعات البرامج دي بتبقى ستيجد شوية. يعني بتبقى. طب حدقك ما فكرتش تعمل يعني تعلم ناس ازاي يعملوا. والله والله نفسي. بس انا معلم فاشل جدا. مبدئيا. بس الحد يعني فيه ناس كتير من الجيل اللي طالع يعني بيعود معي وبيتكلم معي وبديله من خبراتي على قد ما قدر. حقيقة يعني بديله نصايح بديله ازاي يمشي في السكة نفسها. يعني ما عنديش اي بخل بمعلومات او بعلم انا اكتسبته على الناس. اوكي. لان هو ده مهم جدا يبقى فيه جيل متوصل. احنا مشكلتنا الجيل اللي قابلينة. ام. ما عملش ده معنا. اوكي. اه فالطريقة احنا عمله بنفسنا. اه. ان احنا ندور ونشوف. ونتعلم. ونتعلم لوحدنا. ونتعلم نفسنا اه. بالزبط كده. فكل ما بتجيلي الفرصة انا مرفضش لطلب لحد ان هو يجي اه. يتعلم او يسأل او يفهم. بصراحة شديدة. بس ان انا اعلم بقى بشكل اه ممنهج يعني ما هتهاليش. هيبقى ممكن يبقى صعب شوائق. او عارفش اذكر لولادي اصلا. ولكن هي هي فعلا هو يعني حدودك عندك حق ان احنا لان لسه كنا برضو بنتكلم ان فينس عندها الموهبة او عندها التالنت بس ما عندهاش يعني. ده حي. ففلازم بقى حد ياخد دي لان العناصر التانية بتاعتنا اتطورت شوية. هقولك حاجة. هقولك احنا عندنا مشكلة كمان تانية في طبيعت طبيعتنا كمصريين. ان احنا بنحس ان احنا وصلنا بدري. يعني يعني في ناس صغيرة جدا تحس يعني مسلا انا بحاول ادي نصيحة مسلا. وانا عندي خبرة بقالي عشرين سنة في المجال. فتحس ان انا اهمته. لا انا انا عارف انا بعمل اي اي انا لا ما انت مش عارف. يعني لازم تعرف مني يعني تعرف مني ومن اللي زيي. انا مش بكليم ان انا عارف كل حاجة بس يعني انا عارف خبرتي. فلازم الجيل ما بيسمعش. يعني يعني مش عايز ياخد النصيحة. ساعات كديرة مش كله اذا ما عمد الساعات يعني. فذي بتبقى مشكلة لان في الاخر احنا بنبقى مديوكر في الاخر بنبقى سطحيين يعني ما عندناش ما عندناش حاجة نقدمها يعني. طب وهل حددك بتتابع على السوش الميديا اللي بتضد افعال الناس للاعمال اللي بتكون عامل لها الموسيقى التصويرية او حتى على اعمال حضرتك لان الناس بدت خلاص يعني بقى بسبب متهيالي السوش الميديا والانترنت الناس بقت واعية اكتر بكل الحاجات اللي بتحصل في في الاعمال الدرامية بتاعتنا في المسلسلات او الافلام. بتتابعها? اه بتابعها بحيل يعني بتابعها من وجهة نظر انا بحب اشوف اه يعني ما انت برضو اه كفن كمؤلفة موسيقى يعني لازم برضو اه اي فنان بيحب يشوف ردود الافعال بتاعت الفن بتاقو احنا بالنسبة للموضوع بيبقى صعب. هو السوش الميديا هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تاديكي الانديكيشن ده. لان التركيز كمان الميديا وتركيز اللي بتاع بيبقى على الميديا المينستريم يعني يعني بيبقى على النجوم واليعني ومؤخرا المخرجين وبتاعة. وابتدت اهو. بصبت بتاعت النسبة ايت عندها اهو. بس السوش الميديا فيها باز اكتر على يعني تقدار يتاخدي ردود افعال سريعة جدا يعني. اوكي. فساعات اهتم ان انا مسلا ايه? اشوف ساعات الناس تكتب اه ده عمل مزيكة شبح مزيكة للمسلسل اللي فات. مم. فدي بالنسبة لي مفيدة ان انا بعد افكر هل انا فعلا عملت كده? مم. يعني فهمت زي ايه? يعني برضو انا ما بخدهاش ان انت بتقول ايه? انت زي تقول ايه? لا خالص. ها? بخدها انه طب ما ما يمكن عنده حق. مم. يعني فارجع راجع لقي ان يا اما انا عمل زي المسلسل اللي فات. يا اما لا. فدي مفيدة جدا للنقد اه يعني ما انفعش هنقض زاتي هنقضها ازاي يعني. فلازم حد يديني والجمهور بيبقى صادق يعني ببقاش اه. طب وهل حددك في بتاع التأليف الموسيقى بتاخد رأي حد? اه. بعيدا عن اللي اللي بتشتغل معاهم في العمل المخرج او. انا باخد رأي مراتي كتير بس بطلع عيني. انا مراتي الديتيلز عندها قوية جدا. اوكي. فمسلا انا مبسوط جدا بالحطة المزيق اللي انا عملها فتقولي. يا سيتي ليه مش حلو? لا اص دي التفصيلة بتاعت اللي انا بحبكش اللي ما بتعمل كزا. فقال لها طب عندك حق والله. اوه بتاعلي ما فيش حد دائفهم حددك ابداها. عاملة زي القرين. اللي هو اه لا انا مش مساعدة بدأي منها جدا. لان الفنان دايما بيحب يحس ان مراته تقول اه المزيقى حلو اه. احلى حاجة اسماتها. لا بس هما هتبقى اكيد فهم حضرتك. لا هي بتقولي دايما بتقولي انا مهمتي ان انا اقول لك الحاجة اللي انا شايفيها من غير التغليف. اوكي. فعادة ممكن فعلا تخلص حاجة او تباشى غيرها لا. اه. وليك تقوس معينة? لا. زي ما تيجي يعني وقت ما تحس انك اه. يا ايام بقى ازيان او كده ساعات مسلا ايه طبعا النوم بيبقى غير منتظم بتبقي مطبقة مسلا. بس يعني ساعات ايه ببقى ببقى جاهز لوقت ان انا اقلف. يعني اقوم من النوم فجأة اقوم نازل رايح للمكتب بعايز اقلف حاجة. فبروح اعمل كده على طول. اوكي. لان ده بيبقى بيبقى احساس حقيقي. اوكي. يعني ان انت مستعدة للتقليف دلوقتي. وفي حاجة يعني هل هل بيبقى فيه انسبريشن معينة? اه طبعا نعم. يعني. بيبقى فيه انسبريشن اقول لك من ايه? الحياة كلها انسبريشن. يعني انتي ممكن بتبقى من الشارع وانتي معدية. يعني حاجة حصلت اوكدامك. ممكن تديك اطريجر معين. اه ممكن كلمة تقلت في التليفون تتعملك تبقى لحاجة معينة. اوكي. فكل الحياة عموما انا مش بقول ان فيه حاجات محددة هي الانسبريشن. لا الحياة كلها انسبريشن. بكل تفاصيلها. فهي تيجي زي تيجي في اي وقت زي ما بنشوف ممكن حد يزحب النوم في حاجة كده جتة. اه لا ساعات بتحصل لكتير جدا. فعلا ممكن تقوم النوم في حاجة كده او في حاجة كده في دماغي حضرك. طب طب. لا انا سايق كتير جدا. اوكي. ومعرفش اعمل ايه بقى انا فبقى سجلها ببقى كده بقعد ادندنها لغاية ما راجع المكتب بقى بتدي اشتغل عليه. اوكي وبتشتغل عليه بتبقى بدايات ازاي? يعني اه انا بشتغل بطريقة اه الطريقة التأليف اللي هي عن طريقة اللايت موتيف. ان انا ببتدي بقى 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 مقطوع يعني مش مقى لحن موسيقي صغير متكرر. اوكي. بحيس ان هو ده اكنها دي طوبة صغيرة بابني بيها البيت. اوكي. وببتدي ابني بيها البيت فوقيها بكل بقى احط بقى الكونات بقى احط اه العواميل الخارسانة بعد كده يعني يعني ببتدي اعلى اه بس الطوبة دي هي اللي معايا طول. هي الاساس اللي يعني ماشي عليها. ودي طريقة تأليف قديمة جدا. يعني من ايام الرينيسانس والكلاسيكال والرينيسانس. اوكي. وهل في مثلا عناصر او آلات معينة بتيجي في حسيس معينة. يعني هل مثلا دايما السترينجز بتبقى مع حاجة حزينة او يعني ولا لا. بص تقليديا طبعا السترينجز مؤثر جدا يعني وتقليديا المسلا الكورنوز اللي هي الفرنش هورنز اللي هي مش عارفة اللي هي بتبقى مش عارفة اشرحها ازاي. ألن وحسايا يعني قوية اللي هي اكنها الملك داخل كدا. دي بتتدي عظمة. بس ساعات ممكن تستخدم الالات دي عكس بعض. يعني ممكن استخدم سول وفرنش هورن يبقى احساسه رومانتك اكتر من كمانك. اوكي. على حسب انا بأعمال له ازدي. اوكي. يعني ملهاش هي مش 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 طب. مس هو تقليديا. سببعا. بتدي ايموشنز عزيمة. لا بتدي ايموشنز. بنسجع في ناظر حزن ولا مش حزن. اوكي. ايموشنز هو مهضر. كتلة متحركة. هي اساس الاركسترا يعني هو الاركسترا بتاعه هو الوتريات. اوكي. فهو ده ده الاساس وده الباقي بقى بيخدم على الناس دي. اوكي. وحضرتك بقى لما بتيجي تقلق معلش اسئلة كتير كده. لا لا ولا انا. حسنان متطفلة جدا. اه بتيجي بقى على اساسها يعني عملت الطوبة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الاساس دي تقول هنا مسلا هدخل اه هنا هحتاج مش عارفة قلت ايه. وعلى اساسها بتبتيج تعمل ده وبعد كده بتبتيج جمع الناس وتعزفوها بقى. اه. يعني هي بتبتيج كده. مش بجمع. يعني هي. مش قصدي بجمع. تعال مش قصدي كده. بتجمع. بكتب النقط طبع الاول قبل كل ده. لازم بعد ما خلص تقليف خالص وتوزيع ببتدى راجع الهارمن بتاع شكله ايه عشان بقاش في حاجات. يعني انت بتقلفي واخداكي للعظمة والاحساس الموسيقي اللي بيسيطر عليكي. ففي غلطات بتحصل. اوكي. فلازم تراجع الغلطات دي وبقى انت تكتبي بقى النوتة وتراجعي النوتة نفسها. ده موضوع. ولا وتكتبي في النوتة تكتبي بقى كل الحاجات اللي انت عايزاها. اوكي. والنوتة دي خلاص او اللحنة هو موجود بس هيتعزف ازاي. ده بقى. لازم يتقلوا على الكتب. اوكي. فالموضوع يعني الواحد لو فكر فيه يفتكيرها بسيط لكن الموضوع معقد معقد معقد. مرة كان في حد يعني حد يعني كان سواء معنا وهجي حضر تسجيل. فبعد ما حضر التسجيل قال لي انا مكنتش عارف ان انتم تتعبوا كده. انتم تلعبوا يعني. احنا هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول الف وستة ده رقم الاسمس. خليكم معنا فضل يعني خلاص فضل الوقت قليل جدا قبل ما وقت الحلقة يخلص. لو فيه اي اسئلة يريد تبعتوها على طول خليكم معنا دقائق ونرجع ونكمل كلامنا النهاردة مع مؤلف الموسيقى تسيارية لاستاذ دمرك ال komp رجعنا لكو مرة تانية ولسه طبعا مكمنين مع بعد وطبعا منورني النهاردة في الستوديو مؤلف الموسيقى تسريلك ادريك ال komp في المسلسلات أو الأعمال الدرامية اللي حضرتك بتكون بتعمل لها الموسيقى التصويرية بتاعتها بيبقى فيه دايما حلقات أو أحداث بتحصل بتكون مهمة جدا جدا فهل ده بيتطلب مزيكة بقى موسيقى بتتعمل مخصوص أو إزاي بتتركب يعني حضرتك دلوتي سلمت الموسيقى أو الأساسيات بتاعتها تحطت أو كده بس إحنا ما زلنا بيصوروا وحضرتك بتقول إنك بتحب تشوف أكتر حاجة ممكن لو نفترض ده ما تصورش لسه بصي لو ما تصورش يعني لو تصور بعمل مزيكة مخصوص للمشاهد لو ما تصورش بنعمل البروسوس العادية بتاعتنا إن إحنا بنسجل وبنخلص مزيكتنا وبعدين أنا بروح أحضر التركيب المزيكة في المونتاج عشان أبقى يعني لأن مثلا بتبقى حلقة خصوصا بس حلقات اللي هي التسعة عشرين والتلاتين والحاجات دي تم مهمة أو الإمبوت بتاعي في اختيار الموسيقى أو زي الموسيقي يتوضب في الحلقة فأنا بصر يعني مش بصر يعني بروح يعني أحضر وهل ممكن مثلا لما تتفرج على حاجة تحس إن هي ممكن تحتاج حاجة زيادة ولا ما بيكونش فيه وقت إن إحنا نطاير صحيح بيبقى في حاجات زيادة بس طبعا تسجيلها بيبقى صعب بحاول أتحيل إن أنا بلعبها بالبيانو أو بس أو بولف من الحاجات اللي ألفتها أصلا مقطوعة جديدة بمنتجها أوكي بتتعمل يعني بس تبقى مناسبة أكتر أوكي وبتتفرج بقى على اللي عملوا من أول والآخر وبعد ما بيخلص ما بخلصت عايزة عايزة أجز بقى عايزة أخد الأجازة بتاعتي آآ أبو عودة بيقول فنان جميل جدا جدا آآ أحمد منور الدنيا آآ الشلان بتقول موسيقار عالمي مساء الخير لأن في الصورة اللي تصورناها في الستوديو نزلت كمان آآ محمد كمان بيقول مساء الخير آآ في أحمد عيسى كمان آآ بيقول مساء الفل آآ والضيف النهاردة رائع جدا آآ وبشكر بشكركوا على الكلام الحلو ده كله آآ عايزين كمان نسلم على آآ محمد رمضان مساء الفل طيب الناس اللي بتسمعنا دلوقتي اللي عندها الانترست إنها نفسها تخش هذا المجال ونفسها إنها تتعلم أكتر يعملوا إيه يعني إيه الستابس الصح بما إن إحنا هنا آآ مفيش حتة معينة ممكن نروحها ولا فيه ولا بتمشي إزاي يعني لو حد عايزة يعمل كده بص هي مش قرار إننا عايزة أخش المجال هي إنت بيبقى عندك موهبة من الأول أو لا ده أكيد أوكي الموهبة دي مهمة ده مهمة جدا بعد الموهبة موهبة الموسيقية ده أهم حاجة موهمة إن انت تدرس المسيكا إن إنت هتترجم شغلك إزاي بعد كده لو إنت في الأفلام والمستثبات بذات تحتاج أوركسترا أو بتحتاج فرق كبيرة تلعب المسيكا فعشان تترجم ده محتاج أن إنت تبقى عارف نظريات الموسيقى تبقى عارف نوتة تبقى عارف الحاجات دي كلها تبقى عارف توزيع الأوركسترا عاملة إزاي كل ده مهمة جدا أهم من ده وده لو إنت بقى في مجال موسيقى الأفلام لازم تبقى فاهم يعني إيه سينما لازم تبقى فاهم عناصر السينما تبقى فاهم لغة السينماية دي عاملة إزاي تبقى فاهم معنى الكدر ده لما يتعامل بالطريقة دي عاملة إزاي لما حركة الكاميرا تبقى تبقى بالطريقة بالشريق ومسلا ده معنى إيه كل حاجة في السينما ليها معنى ولكن ما ينفعش إن أنا أخدها كده آه أنا عايزة عام موسيقى تصويرية وخلاص ما ينفعش فهي موضوع دراسة وشغف بالسينما وكمان لازم يعني أفاهم كوي الأدوات اللي أنا بستعملها دي هتأثر إزاي على العمل اللي أنا بعملها وعلى المشاهد كمان هل في حاجة من الحاجات اللي حضرتك عملتها للسنين اللي فات دي قريبة من قلبك يعني فيه أكيد فيه طبعا فيه حاجات كتيرة يعني فيه محطات كتيرة جدا يعني مثلا باب الشمس كان نقلة في حياتي مهمة جدا يعني حسيت إن أنا قادر بقى أعمل موسيقى تصويرية كويسة يعني المدينة كان قبليه وكان فيه عشان ربنا أحبك والأساس رقفة الميهر يرحمه بس باب الشمس اللي حسيت إن أنا كان مهمة تقيلة آآآآآآ آآآآآآآآآежде شاءة في مصر جديد في محمد خين الله أرحمه آآآآآآآآآآآآآآآآآآ غيرت ستايلي خلص يعني ده يعني واللي ساعدني في كده نوع نوعية المسلسل يعني الحقيقة يعني لان لولا المسلسل معمول بطريقة مع انا وحمد ميت هتعامله بطريقة سردية حلوة جدا وايمن ميت هتكتبه حلو جدا والتمثيل وكل حاجة ساعدت ان انا اقدر نعم موسيقى مختلفة عن التقليدي اللي في المسلسلات يعني انا بحاول دايما بس ساعات المسلسل ما بيساعدش على بس الحقيقة ان اختفاء ساعدني ده كان فيه عناصر حلوة كتيرة مختلفة فقدت براحل المسيقى اكتر صح؟ اه بالزبط كده كسرت السقف شوية يعني بالنسبالي اتليست طيب وفي حاجة حضرتك شغلة عليها لقريب ولا فيه بعد الوقت لا الايام دي حالة بيات شتوي او بيات صيفي هو ده وقت الاجهزات ما بعد رمضان نقبله ان ابتدي شغلة تانية لا حقيقة يعني انا بحاول الايام دي ان انا ابتدي اشتغل اللي انا كنت مكسل اشتغل عليه اللي هو فكرة ان انا اجهز مزكتي بشكل جديد او حتى اقلف مزيكة جديدة يعني من غير ما يبقى لها تأثير درامي يعني موسيقى خالصة انا بحببها انا هو هيا لازم بقى دي بقى الفترة الجاية او لازم بقى الفترة اللي جاية دي نستنى من حضرتك فعلا البم فيه مزيكة بعيدا عن الموسيقى التصويرية للاعمال الاترامية والفنية ربنا يا سهل بس ما كسلش تانية بس بس لازم كده ومتهيالي كمان لازم الحاجات المزيكة اللي قردي معمولة تتعمل لها بقى كده اه بس انا نفسي انا عايز يعني يعني عايز اعمل يعني دايما بعمل موسيقى لأفلام او النسلسلات بس نفسي اعمل حاجة برا الاطار ده يعني ابقى حرة نفسي لان انت طبعا بتبقي مرتبطة بال العمل بيأثر بشكل المية على الموسيقى بس لما انت بتعمل موسيقى بتاعتك بس هتاخد وقت لان انا تعودت على طريقة شغل معنا فهتاخد وقت الشغل بس ان شاء الله هعملها مش مشكلة مهم بس حاضرك تعملها وفي الاخر بنسمعها كلنا ونستمتع بيها باشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معي ويرب ما كنتش تققلت عليك انا عارفا اتكلمت معك اكتر على الهوى يعني على المساعة ما وصلت تقريبا ما سبتكش دقيقة في هدوء فباشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معي وان شاء الله مستنين حاجة اكتر ومستنين الالبوم كمان بقى ان شاء الله باشكرك يا يارة جدا والحقيقة استمتعت الوقت عادت بسرعة جدا احنا ساعتين اه ساعتين لا ما حسدش بيوم مرسين انت صدختيني نورتاني وشرفتاني واكيد هنتقابل ان شاء الله مرة جاي بقى يكون فيه ألبم بقى ان شاء الله عشان ايه نتكلم عنه ونسمعه مع بعض على الهوى ان شاء الله نورتاني النهاردة نورني وشرفني في الستوديو مؤلف الموسيقى تسورية الأستاذ امر كاروني يا رب تكون الانترويو والحلقة عجبتكو خليكم معي دقيق و هرجعلكو على طول نختم حلقة النهاردة كنتم معه لسه فاكر مع يارا الجندي على نجوم افقام و نجوم افقام تي في نجوم افقام على كيفا